وما يتعلق بالتبرع بالدم هناك كما أثرنا في الحلقة الماضية جدل بين الذين يسعون دائما إلى دفع الناس إلى التبرع بالدم نظرا لأن العمليات الجراحية وهي كثيرة جدا تعتمد على هذه الدماء الدافقة التي تكسب الآخرين حياة جديدة ولكن في الوقت نفسه هناك دعوة أيضا كبيرة إلى ضرورة الحجامة وأنها تعالج الكثير من الأمراض فهل الحجامة نوع من هدر الدم في غير فائدة أم يمكن للراغبين في الحجامة أن يدفعوا هذا الدم مثلا إلى هذه الحملة التي تقوم بجمع الدماء وتشقيع المتبرعين المهم يعني بالتحديد هل هما واحد أم مختلفان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن الجواب المتعلق بهذا الجزء الأخير لا يحتاج إلى كثير تخصص فهما أمران مختلفان الحجامة شيء والتبرع بالدم شيء آخر ولن أضع نفسي في موضع محرج بأن أتحدث في الجوانب الطبية للحجامة أو للتبرع بالدم لكن سيقتصر وهذا ما أفهمه من سؤالكم الكريم سأقتصر على الجوانب الشرعية أولا الحجامة هي من الأدوية التي ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه زكاها عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها فهي علاج من العلاجات المباحة نعم هي ليست بواجب ولا بضرورة وإنما هي نوع من أنواع العلاجات من الأدوية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواضح أنها كانت مستعملة قبله عليه الصلاة والسلام وفي أثناء حياته فرأى عليه الصلاة والسلام بسؤاله وبتجربته رأى صحتها ومنافعها فزكاها وأرشد إليها لا يعد الأمر هذا القدر لا يزيد عن هذا القدر فلا تحمل الحجامة على أنها العلاج النافع المفيد لكل الأسقام والأدواء والأمراض ولا تحمل على أنها من الواجبات الشرعية التي يجب على الإنسان أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر لا توضع في موضعها منفعة الحجامة شخصية تعود على الذات هي من الأدوية التي أثبت أيضا العلم المعاصر جدواها ومنفعتها ولذلك لجأ إليها كثير من من لا دين له من الرياضيين ومن من يدخلون في المسابقات الرياضية وأصبح هذا أمرا ينشر في وسائل الإعلام ويتحدثون عنها ووجدوا لها ضوابط وحصلوا عليها أيضا تصاريح من مؤسسات غربية كبيرة أي ثبت أنها من العلاجات أما التبرع بالدم لإنقاذ حياتي محتاج لإسعافه للعون على شفائه للمساعدة على تخطيه لعمليات جراحية لتعويض ما فقده من دماء فهذا في حقيقة الأمر من أجل أعمال الخير وأنبلها وقد أصبحت كلمة العلماء مجمعة فيما أعلم على جواز هذا الفعل وعلى استحبابه وإرشاد الناس إليه لسيما أولئك الذين لا يضرهم التبرع فإذن هو أيضا من حيث التكييف الشرعي أنه من أعمال البر والخير ومن صنائع المعروف التي يؤجر فاعلها لأن فيه إنقاذا لنفس وفيه إحياءا لنفس وفيه مساعدة لآخر كما أن لها منافع على ذات المتبرع نفسه الذي أعرفه أنا من خلال قراءتي وهنا سأقحم نفسي قليلا أن أثر الفعلين مختلف فمنافع التبرع على النفس وعلى الغير لا شك واضحة لكن منافع الحجامة إنما تقتصر على النفس هل أثر الفعلين على النفس واحد الذي رأيته أنا من خلال الطلاع وقراءة أن الأثر مختلف وكثير من التفاصيل ترد وكثير من أهل الاختصاص كتبه حتى أني اطلعت على أبحاث كتبها الذي حصل على براءة الاختراع من المملكة المتحدة من الباحثين المسلمين في موضوع الحجامة وأثبت أن منافعها مختلفة عن منافع التبرع بالدم إذن هذا ما يتعلق بالجانب الشرعي ولا حاجة لنا إلى كثير من التفاصيل يميل ولكن هذا يعطي تحديدا واضحا في الموضوع ويفصل بين الاثنين في هذه القضية